اشتركوا في القناة ومن اساليب جمع البيانات عندنا رقم واحد الملاحظة رقم اثنين التجارب واخيرا الدراسات الميداني اول حاجة عندنا من اساليب جمع البيانات الملاحظة لو احنا عندنا سجلنا عرض التلاميذ المترددين على الكنتين بتاع المدرسة في فترة الراحة الفسحة يوميا لمدة اسبوع وبدأنا نسجل الكلام ده في صورة جدول عملنا هنا مثلا ايام الاسبوع ايام الاسبوع وهنا كتبنا عدد التلاميذ بدأنا نكتب بقوة الاحد والاثنين والثلاثة والاربعاء وهكذا وبدأنا نسجل عدد التلاميذ في كل يوم عدد التلاميذ المتردين على الكنتين باباونا نبدأ الان بجيب هنبدأ هذا يدع نسجل البيانات ما عندنا ديت ونبدأنابر نستخدم الاسينتجات حسنا هنعرف اليوم العرض بالكwości ونبدأ نفسّر أابد band exp نسجلها ديت هنبدأ نلاحظ حاجة تانية نبدأ نلاحظ عرض التلاميذ الذين اللي يترددون على الكانتين يعني يعني بيحضروا طعام ومشربوا من منزلهم ونبدأ من الملاحظات ديت نستنتج استنتاجات معينة ممكن نشاط تانية نحن نعملوا مع نفسنا في البيت ممكن كل يوم نبدأ نسجل درجات الحرارة مثلا في الصباح الباكر وممكن في وقت ظهيرة وممكن مساء لمدة أسبوع نبدأ نسجل الثلاث قياسات ديت يوميا الصباح الباكر وفي الصباح والمساء لمدة أسبوع مع الأخذ في الاعتبار ان احنا عندنا درجة الحرارة معتدلة حوال 22 درجة فنبدأ نسجل وندون البنات اللي عندنا ديت ونبدأ بقى نستنتج استنتاجات هل درجات الحرارة معتدلة ام منخفضة ام عالية الاجابة على السؤال ده هتكون من خلال الاستنتاجات اللي احنا استنتجناها او دونناها في الجدول ممكن نستنتج برضه نوع الملابس المناسبة لارتداء في هذا الأسبوع عندنا تاني اسلوب هو اسلوب التجارب او التجريب يعني التجارب او التجريب التجريب ده من الامور الاساسية اللي بتمكننا من المعارفة الجديدة ومن الالمان بكثير من الوقائع والحقائق في الكون والتعرف على بيانات لم تكن معروفة لدينا من قبل مثال توضيحي لو احنا عندنا اصصيصين فيهم نبات اخضر مورق وجينا على اصصيص فيهم وغطيناه بغطاء معتم بحيث لا يصل له دو الشمس دي وهنزود كل واحد فيهم نحط لكل نبات فيهم ماء وسماد ونعرضهم للهواء وهنسيب الكلام ده نسيب الاساسيصين دول مرة اسبوع هللاحظ يبقى هللاحظ ان في خلال نهاية الاسبوع ان النبات اللي هو اه مغطى بغطاء معتم يزبل وتصفر اوراقه عندما لا يصل له الضوء فلا يستطيع ان يكون غزائه وهذه معلومة جديدة حصلنا عليها عن طريق بقى عن طريق التجريب احنا بدأنا نجرب جربنا بدنا واستنتجنا استنتاج دالت اسلوب معانا وهو اسلوب الدراسات الميدانية كثيرا ما نحتاج الى معرفة رأي الناس بنبقى محتاجين نعرف رأي الناس في شيء ما عشان نبدأ ناخذ قرارات في ضو هذه المعرفة فمثلا كثيرا ما تسأل محطات التلفزيون بتبدأ تسأل مشاهديها او بصورة ادق تسأل عينة منهم عينة منهم عن البرامج المفضلة لديهم مسلسلات افلام برامج دينية برامج اطفال اخبار برامج رأي منوعات الى اخيره وقد تستطرد في سؤالهم عن المعايد المناسبة يعني انا محتاج مثلا برنامج كذا طب محتاجه في وقت ايه ده كله بيبدأ يبني عندي استنتاجات معينة فالدراسات الميدانية ديت اسلوب من اساليب جمع البيانات ببدأ اجمع البيانات من المشاهدين اللي هما مثلا بتفرجوا علي بعد كده ان تقول لهم تتانية عرض البيانات وتمثيلها واستنتاج معلومات عنها لو عندنا مثلا مثال لو سأل معلم للفصل تلاميزه ان يذكر لهو عالد الكتب التي يقرؤونها خلال العطلة الصيفية وامكن تسجيل اجاباتهم عن نحو التالي مثلا لو جاء المعلم في الفصل بدأ يسأل تلاميزه كل واحد ارى كم كتاب خلال العطلة الصيفية يبدأ ان يسجل الاجابات ديت عن نحو التالي للوقت احنا عندنا اول جزئية من صفر الاربعة دي عالد الكتب بعد كده عندنا تسجيل لعالد التلاميز وهنا هنا عالد التلاميز عندنا من صفر الاربعة من صفر الاربعة فبدأ يسأل كام واحد ارى من صفر الاربع كتب خلال الاجابات الصيفية فبدأ عندنا عندنا سبعتاشر تلميز سبعتاشر تلميز عساني دوينا بنعمل كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر رفع ايده سبعتاشر واحد بدأ نعمل بنعمل اربع شرطات والشرطة الخمسة بتدفيلهم بيبقى دول المجموعة دول خمسة مع بعضهم فبدأ يسأل من اللي قرأ من خمسة لتسعة فرفع ايده تسع تلاميز فبدأ يسجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة فسأل تاني من اللي قرأ من عشر الاربعتاشر كتاب فبدأ رفع ايده على التلاميز فبدأ يعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر فرفع ايده حداشر تلميز بدأ يسأل تاني من اللي قرأ من خمستاشر لتسعاتاشر كتاب فرفع ايدهم واحد اتنين تلاتة اربعة رفع ايده اربع تلاميز بدأ يسأل من اللي قرأ من عشرين لاربعة وعشرين كتاب فرفع ايده على التلاميز فعدهم لهم واحد اتنين لهم اتنين بس طب فاسأل من اللي قرأ من 25 كتاب في اكثر فرفع ايده تلميذ واحد فقط طب احنا نبدأ نلاحظ ابقى من هذي البيانات في المجموعات نبدأ نلاحظ ابقى فنبدأ نلاحظ ان كل مجموعة من المجموعات دي بتكون من 5 فممكن نيجي نسأل اسئلة ما على التلاميذ هذا الفصل انا عايز اعرف كام تلميذ في الفصل ده فابدأ يعيد 17 زائد 9 زائد 11 زائد 4 زائد 2 زائد 1 يبقى دول مجموعهم كلهم عرد التلاميذ ممكن اجي اقول لك رتب مجموعات الكتب التي يقرهها تلاميذ هذا الفصل تنازليا في جدول فنبدأ نجيب تنازليا من الصغير للكبير ممكن سؤال تاني اوجد اوجد اكبر عرد من التلاميذ في الجدول وكم من الكتب يقرهها كلهم منهم فنبدأ نشوف اكبر عرد التلاميذ كان فين كان هنا في اول واحدة بيقرأوا من صفر لاربع كتب دول اكبر عرد من التلاميذ وممكن بنستفيد من البيانات دي في ايه تاني ممكن نستفيد من البيانات دي في تجهيز كتب مناسبة بمكتب المدرسة عندنا جزيات تانية وهي تمسير البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجلة إحنا عندنا جدول بيبادل الجدول عدد المشتركين في النشاطة المدرسية عدنا أنشطة مدرسية نشاط رياضة نشاط اجتماعي نشاط فني نشاط ثقافي من تلميض الصف الرابئ اللي lunابتدائي بأحدى المدارس اللي بتولي sextري tengan كده عندنا اه اربع انشطة وكل نشاط في عدد من التلاميذ. عايزين نبدأ ندون الكلام ده في صورة اعمدة واعمدة مزدوجة. اول حاجة بنعمل خط رأسي زي الخط ده كده ومكتوب عليه عدد التلاميذ. وبعدين بنعمل خط وفقي زي ده كده وبندون عليه نوع النشاط. في احنا عندنا كم نشاط? عندنا اربع نشاطات. نشاط رياضي. نشاط اجتماعي. نشاط فان نشاط ثقافي. وعندنا عدد التلاميذ. خمسة واربعين. خمسة وعشرين. تلاتين. خمسة عشر. ممكن ابدأ ابدأ من صفر واحدين تلاتة. لغاية لما اوصل الى حد ما الى رقم يكون يكون كل البيانات ديت موجودة عليه. لكن عشان ابدأ من صفر واحدين تلاتة هستغرق مساحة كبيرة جدا. ممكن اللحظ حاجة ان هم ماشيين عبارة عن خمسة واربعين. خمسة وعشرين. تلاتين. خمستاشر. يعني دول كلهم خمسة ومضاعفات. هممكن ابدأ اتحرك في كل خطوة في كل خط افقي. خمسة. يبقى صفر. خمسة. عشرة. خمستاشر. عشرين. خمسة وعشرين. وهكذا. وابدأ اسجل الكلام ده في صورة مستطيلات طويلة ده ما هبدأ مع بعض كده. فعندنا النشاط الرياضي. عرض التلاميذ في كام. من شطر ايدي اهو. عرض التلاميذ في كام. هنلاقي عرض التلاميذ في خمسة واربعين تلميذ. نتبقى نتحرك من هنا كده. لغاية الخمسة واربعين. وهدي كده دولنا النشاط الرياضي. طب عايزين ندون النشاط الاجتماعي. الاجتماعي في كام تلميذ. هنلاقي النشاط الاجتماعي في خمسة وعشرين تلميذ. نتبقى نتحرك كده من اول خالص برضو كده لغاية الخمسة وعشرين. ادي كده دولنا. طيب من دان كل واحدة باللون كده مثلا. طيب النشاط ايه تاني؟ عندنا النشاط الفني في كام تلميذ? فيه تلاتين تلميذ. نتبقى نتحرك من اول خالص كده. لغاية التلاتين. هنا كده. عندنا بعد كده نشاط الثقافي فيه خمستاشر تلميذ. يبا كده لغاية الخمستاشر كنا احنا قدرنا نمسل البيانات ديت بالاعمدة عندنا بيدينا جدول زي الكلام ده كده وفي بيانات عندنا بيبدأ انا اسجلها ادون واحدة على الرأسي واحدة على الوفقي وابدأ اطلع بالاعمدة بالاعمدة زي ما احنا عملنا كده نشوف مثال تاني عندنا يبين الجدول التالي عدد ساعات المذاكرة لكل من سعاد ومحمد خلال سلاسة سبيع متتالية بقول لي استكمل الجدول ثم استكمل تمثيل البيانات بالاعمدة المزدوجة يبين احنا عندنا درس الفات ده كان اعمدة كان اعمدة لكن دلوقتي عندنا اعمدة مزدوجة عندنا اول حاجة الاسبوع الاول الاسبوع الثاني واسبوع الثالث وبعدين عندنا الاسماء سعاد ومحمد عندنا ايه عندنا الجدول ده عدد ساعات المذاكرة لكل من سعاد ومحمد خلال ساعة المذاكرة نبدأ لحد حاجة عندنا عندنا ساعات المذاكرة وعندنا خلال 3 أسابيع عندنا هنا الأسابيع يبقى نبدأ نمثل خط رأسي عليه ساعات المذاكرة نبدأه هنا ساعات المذاكرة كام 15 و13 و10 ممكن نبدأ من الصفر لغاية 15 مثلا أو العشرين 0123 وهكذا والخط الأفق عندنا هنسجل عليه الأسبوع عندنا الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث أول حاجة اللي هو محمد هنبدأ نسجل سعاد باللون العمود باللون الأحمر ومحمد باللون الأزرق فإحنا عندنا هنا نلاقي أنه أول أسبوع مش منسجل في الجدول لكنه ممثل فممكن نستنتج أن الأحمر ده بيبقى سعاد فسعاد أول أسبوع الأسبوع الأول عاملت 12 ساعة وممكن اللي احنا هنا كتبنا 12 ساعة طب محمد أول أسبوع كان 15 ساعة وأبدأ أدون بعد كده وأبدأ أدون باقي البيانات اللي عندي إحنا قلنا سعاد باللون الأحمر عندنا سعاد ثاني أسبوع كانت 15 إبقى ثاني أسبوع سعاد كانت 15 بابللون الأحمر نبدأ ندون سعاد 15 عادي هنا سعاد طب وتاني أسبوع محمد كان إيه وتاني أسبوع محمد كان 13 نبدأ هنا جنبها عمود مزدوك كده لغاية 13 هنا كده لغاية هنا كده طيب الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث كانت سعاد 10 سعاد باللون الأحمر كانت 10 فين العشر أيوة العشر هنا كده وبعد كده الأسبوع الثالث كان محمد تمانية ومحمد باللون آآ الأزرق آآ دي 8 يبقى احنا كده قدرنا نمسل البيانات بالأعمدة المزدوجة اللي هما في يوم اتنين يبقى ده أعمدة مزدوجة والمثال السابق كان أعمدة يبقى ده كان أعمدة وده كان بالأعمدة المزدوجة وبكده أنا نكون هنا من درس النهاردة نتضر سيدتكم وإستساراتكم على الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطة اشتركوا في القناة